يبدو أن فرنسا تحاول تدارك تبعات تراجع دورها في إفريقيا مؤخرا وهي ترى نفوذ قوى دولية أخرى يتمدد في القارة على نحو كبير واسطى صراع النفوذ هذا يعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استراتيجيته بشأن إفريقيا للسنوات الأربعة المقبلة والمسار الذي سيسلكه التعاون بين الجانبين وفق الإليزي سيزور الرئيس الفرنسي أربع دول بعيدة عن المستعمرات الفرنسية السابقة في منطقة الساحل المضطربة وهي الجابون وأنجولا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية تحركات تأتي بعد أيام من قيام بوركينا فاسو بطرد القوات الفرنسية وإنهاء اتفاق عسكري بين الجانبين لتصبح أحدث دولة إفريقية ترفض مساعدة باريس إذ صحبت فرنسا قواتها من مالي العام الماضي بعد أن بدأ المجلس العسكري هناك في العمل مع روسيا عسكريا وإلى جانب مالي تزايد النفوذ الروسي في كل من بوركينا فاسو والشاد والنيجر وزمبابوي وموزانبيك بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وليبيا ودول أخرى في القارة ورغم نفي موسكو تواجه مجموعة فاغنر الروسية اتهامات غربية بأنها تعمل على ضمان حصة روسيا من النفوذ في القارة الإفريقية الغنية بالموارد وسجلت أيضا محاولات حثيثة من إيطاليا للعودة إلى القارة السمراء وفق استراتيجية تنموية جديدة تنطلق أولا من شمال إفريقيا بينما تحاول الولايات المتحدة اليوم استدراك تبعات أي غياب لها في ساحة الإفريقية المهمة ولكسر هيمنة الروس والصينيين في القارة تعهدت واشنطن باستثمارات ضخمة في المنطقة علاوة على دعم عسكري وتدريب ولاية ماكرون الثانية أمام اختبار حاسم في القارة السمراء فهل تنجح باريس وسط كل هذه المنافسة المحتدمة في كسب ود الدول الإفريقية التي خرجت من تحت عبائتها؟ اشتركوا في القناة